بحث وزير التنمية المحلية هشام أمنا مع مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للشؤون الاستراتيجية والتخطيط العمراني مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد وزير التنمية المحلية خلال اللقاء أن الدولة قد نفذت العديد من المبادرات والبرامج التنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن كما تم عرض جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وبناء المدن الذكية من جهته لفت مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى أن حكومة بلاده تقدر الجهود التي شهدتها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة عمرانية كبيرة غير مسبقة